موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الإخوة الكرام مع الأحاديث القدسية والحديث اليوم متعلق بفضل الإنفاق قال الله عز وجل عبدي أنفق أنفق عليك مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان فهو كالريح المرسلة الحقيقة الأولى في هذا الموضوع هي أن المال الذي تملكه هو مال الله ويدك عليه يد الأمانة أن الله سبحانه وتعالى مستخلفك فيه لينظر ماذا تعمل من أين اكتسبته وفيما أنفقته والحقيقة الثانية أن هذا المال الذي بين يديك ليس نعمة وليس نقمة إنما هو حيادي إنما هو موقوف على طريقة كسبه وطريقة إنفاقه يقول الله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا إنها أداة نفيا وردع أي يا عبادي ليس عطاء إكراما ولا منع حرمانا عطاء ابتلاء وحرمان دواء المال حظ من حضوذ الدنيا موقوف على طريقة كسبه وطريقة إنفاقه ليس نعمة وليس نقمة فإذا أنفق في طاعة الله وفي وجوه الخير أصبح نعمة وأية نعمة أما إذا أنفق في معصية الله وعلى الشهوات التي لا ترضي الله عز وجل فهو نقمة وأية نقمة وتأكيدا لمعنى أن المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه يقول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وإنما سمى الله الزكاة صدقة لأن إنفاق المال يؤكد صدق الإنسان هناك عبادات لا تكلف الإنسان شيئا وهناك عبادات تتناقض مع طبعه طبع الإنسان أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه إذن سميت الزكاة صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان فكل يدعي وصلا بليلة ولكن هذا يحتاج إلى دليل كل يدعي أنه مؤمن وهذا يحتاج إلى دليل هذا الإدعاء يحتاج إلى دليل من أدلة الإيمان إنفاق الأموال في سبيل الله الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الأمر معلل تطهرهم بمعنى ثلاثة تطهر الغنية من الشح وتطهر الفقر من الحقد وتطهر المال من تعلق حق الغير به خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم بمعنى تنمو نفسه الغني فيرى عمله الطيب ويرى دوره الخطير في المجتمع تزكي نفسه الفقير يرى أنه ليس هينا على الناس والناس يهتمون به فتنشأ هذه العلاقات الاجتماعية المتينة من هذا التواصل بالمال وتنمي المال نفسه بأن الله عز وجل يطمئن المنفقين أن كل شيء ينفقه يخلفه الله عز وجل أيها الإخوة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يبدو أن الهوى أن يكدد الإنسان المال هو الإنسان في تجميع الأموال وقد قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون هو الإنسان في قبض المال والتكريف في إنفاقه فهذا الذي ينشأ في نفس الإنسان من صراع بين كنز المال وإنفاقه هو ثمن الجنة من الصفات الأساسية جدا للمؤمنين أنهم مما رزقناهم ينفقون وكلما وردت آيات الإنفاق توهم القارئ أنها تعني إنفاق المال والحقيقة الرزق واسع فالعلم رزق والمال رزق والجاه رزق والخبرة رزق فالمؤمن من خصائص إيمانه أنه ينفق مما رزقه الله بل إن حقيقة الإيمان لا يمكن أن تستقر في نفس المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق أي إسلام سكوني لا يوجد تنفق من علمك إذا أقامك الله في حق للعلم تنفق من مالك تنفق من جاهك تنفق من عضلاتك تنفق من وقتك تنفق من خبرتك أي شيء آتاك الله إياه بإمكانك أن تنفق منه فالمؤمن في الأصل من صفاته الأساسية أن ينفق مما أعطاه الله عز وجل وقد يقول قائل الله جل جلاله قادر على أن يغني الفقير من دون أن يسألهم أن تعطوه لذلك ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ليمتحن الفقراء بالأغنياء ليمتحن الأغنياء بالفقراء وقد ينجح الفقير في امتحان الفقر فيتجمل ويتعفف ويصبر ويحتسب هذا عند الله وقد ينجح الغلي في امتحان الغنى فيتواضع وينفق وقد يسقط الغني في امتحان الغنى فيتكبر ويحجب ما له عن المستحقين وقد يسقط الفقير في امتحان الفقر فيتجر ويكذب ويتضعضع أمام الأغنياء ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه يعاوض الله عليه أضعاف المضاعفة وكأن الله عز وجل حينما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أيها الإخوة هذا الذي ينفق ماله في سبيل الله عنده حاجتان الحاجة الأولى أن يعلم أن الله يعلم والحاجة الثانية أن يعاوض الله عليه الذي أنفقه وهتان النقطتان في الإنفاق مضمونتان في كتاب الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه حتى لو أنفقت ليرة واحدة أو أطعمت لقبة واحدة حتى لو أطعمت نصف تمرت قال تعالى وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صغيرة وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ الذي أنفقه سجل بنص الآيات الثلاث المعنى الثاني الذي ضمنه القرآن الكريم ليس عليك هداهم وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُضْلَمُونَ وكل واحد منكم أيها الإخوة له مع هذه الآية تجربة كل واحد منكم أنفق نفقة صغيرة أو كبيرة ربنا عز وجل شجعه على الإنفاق فعوض عليه أضعافا مضاعفة وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَهُ الآية الثانية وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُضْلَمُونَ فالله عز وجل طمأن المنفقين طمأنهم بأنه يعلموا وطمأنهم بأنه سوف يخلف عليهم ما أنفقوا ولكن في القرآن الكريم آية دقيقة يقول الله عز وجل وَأَنفِقُوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ هل تصدقون أن الإنسان إذا لم ينفق يهلك ليس له عمل يعرض على الله يوم القيامة أتاه صفر اليدين ليس له عمل يجعله في رحمة الله عز وجل ليس له عمل يكون سببا لدخول الجنة والإنفاق بمعناه الواسع لابد من أن تتحرك لابد من أن تعطي أنت في الدنيا من أجل أن تعطي قال تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسُنْ يَسْلُهُ لِلْيُسْرَةِ صَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ أي اعتقد اعتقادا جازما أنه مخلوق للجنة وأن الجنة لها ثمن وثمنه العطاء فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسن فسن يسره لليسرة أيها الإخوة الكرام أرجو الله لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى